موسيقى لواء يوسف المنقوش حياك الله أهلا وسهلا بك في المراجعة السابقة توقفنا عند اللحظة التي بدأ فيها هجوم قوات نظام القذافي على بني غازي نعم فلنستأنف الحديث من تلك اللحظة طبعا قبل ذلك نحن تكلمنا كيف أن الثوار بسطوا نفوذهم على المدينة وعلى محيطها تقريبا نعم نعم يعني كانت الثوار فعلا من المدينة وهناك ترتيبات لخطة للدفاع على المدينة وكانوا ثوار منتشرين متقدمين في اتجاه في اتجاه مدينة إجدابية لغاية تخوم مدينة إجدابية تقريبا طبعا القوات القذافي تقدمها في اتجاه بنغازي في قبل صدور قرار مجلس الأمن مباشرة حتى أن لما كان هناك المناقشات والإرهاصات لصدور القرار فكان فيه هناك كلمة مشهورة لصيف الإسلام ابن القذافي الذي خرج وتكلم على قرار مجلس الأمن باعتبار أنه ليست له أهمية ومن ضمن ما قال يعني هو قال عبارة بالإنجليزية قال too late too late لأن قواتنا الآن موجودة على مشارف بنغازي يعني هو كان ضامن النتيجة نعم أنه حيصحق المدينة ومن فيها نعم كانت حتى هو قالها بالإنجليزية بنفس بعبارة محددة تليت تليت أنه لو صدر قرار مجلس الأمن مش يكون فيه تأثير يعني راحت عليكم بصدر أن القوات موجودة على دخول المدينة وفعلا كان القوات علي مشارف المدينة ودخلت يوم 19 مارس صباحا اقتحمت المدينة عبر محور الطريق طرابلس ودخلت ودخلت القوات هناك بواب اسمها بواب القوارشة في منطقة اسمها القوارشة وهي بداية المدينة من ناحية طريق طرابلس نحن مقعولين من ناحية الغرب لكن في الحقيقة كاتجهات جغرافية هي من ناحية الجنوب وليست في الغرب ودخلت القوات فعلا إلى أن وصل مقدماتها إلى نقطة تعتبر يعني داخل المدينة وهي في تقاطع طراب في منطقة اسمها الفوهات اجتازت طبعا جامعة بنغازي واجتازت كلها المنطقة هذه وتمت الحقيقة التعامل معها بواسطة الشباب الثوار هناك أوقفت القوات أوقفت عند نقطة من نحن يعني نطق عليها كوبري الحديد هي عبارة عن تقاطع ميدان عليه كوبري من الحديد فهناك استطاعوا الشباب الثوار أنهم يوقفوا قوة القذافي وأصابوا أحدى الدبابات تحت الكوبري نفسه رغم عدم تكافؤ القوة عدم تكافؤ القوة والشباب ديسوا مدربين الحقيقة معهم بعض العسكريين الذين يشتغلوا معهم بطريقة خاصة وبطريقة يعني شخصية وأخرجوا بعض العربات المدرعة والدبابات من أحد المعسكرات القريبة وتمكن الشباب من إيقاف هذه القوة إيقافها عند كوبري الحديد وأيضا هناك مجموعة أخرى هاجمت هذه القوة في نقطة بوابة القوارشة وستطاعت أنها أقطع الرتل الذي دخل إلى بنغازي ولكن الحقيقة يعني اللي يعتبرها أنا نقطة التحول واللي هي قلبة موازين المعركة طبعا هناك ضباط من العسكرين الطيارين والفنيين في قاعة بنينة استطاعوا أنهم يصلحوا بعض الطائرات وهي طائرات قديمة وبتهالكة وتستأوي يستخدمها فخرجا الطائرات بقيادة يعني الطيارين الحقيقة أبطالهم وشهداء الآن الشهيد العميد المهدي السمين والعميد العقيل ومجموعة آخر وين استشهدوا في المعركة؟ استشهدوا في المعركة طبعا أصيب الطائرات وأسقط الطائرات بفوق بنغازي ولكن قبل إسقاط طائراتهم استطاعوا أنهم أصيبوا الرتل في مقتل وهي طبعا من يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى أن القيادة متاع هذه القوة تمركزت في نقطة أمام مدخل جامعة بنغازي فأحد الطائرات يعني قصفت هذه القيادة ممكن بكون صدفة هي وممكن فالقيادة دمرت بالكامل وعقدة المواصلات والسيطرة انتهت وأصبحت القوات بدون سيطرة بالإضافة إلى يعني قطعوا رأسها نعم بالإضافة إلى يعني المجهود لقبوا به شباب ثوار تستطعوا أنهم يوقفوا هذه القوة تشتتت هذه القوة وانسحبت ولم تتمكن من تعقيق مهامها انسحبت إلى خارج بنغازي مسافة حوالي لعصر 15 كيلو متر وظلت في ذلك المكان تريد تعيد تنظيمها وتعاود الهجوم في اليوم الثاني هنا بدأ تطبيق قرار مجلس الأمن بحماية المدنيين وتدخل الطيران الفرنسي في نفس اليوم في يوم 19 كانت فترة بعض العصر وقصف بعض العربات والدبابات لفرط القذافي اللي كان قريبا من بنغازي هم الفرنسيون كانوا الأكثر حماسة للتدخل نعم يعني الأمريكان جروا جرا إلى التدخل نعم كانوا مترددين نعم لكن الحقيقة يعني التدخل الفرنسي كان الرطل كان واقف وأصابوا بعض الأهداف التي هي قريبة من بنغازي وكانت غارات محدودة يعني في حدود غارتين ثلاثة مش أكثر منك لكن الضربة الكبيرة طلقها الرتل من الطيران الأمريكي وكان ذلك فجر يوم ثمنتاش فجر يوم عشرين فجر يوم عشرين ثلاثة كان هناك ضربة ضربة جوية مركزة جدا من الطيران الأمريكي تقريبا أنهت وجود هذه القوة في المسافة من بين بنغازي ومدينة إجدابية كانت هناك غسائر كبيرة جدا وكان هناك تدمير كامل لكل القوة التي حضرت لبنغازي الله يخصار هذا يعني أرسلهم إلى حدفهم نعم هم منين جاءوا؟ هم دولا ليسوا من منطقة الشرقية لا 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 هم طبعا هي قوة جاية من المنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية هم الحقيقة خليط هم في بعض العسكريين اللي هم من من الوحدات الأمنية وبعض الوحدات الأمنية اللي هي موالية للنظام ومعهم مجموعة من المتطوعين من اللي كانوا المتطوعين يعني كانوا يغروا فيهم بالأموال يغروا فيهم بهذه الأمور فكان الحقيقة يعني كان هناك خسارة كبيرة وفعلا هم وهو أرسلهم إلى حدفهم يعني طبعا هذه الأحداث أعطت يعني زخم كبير للثوار بأنهم يستمروا ويتقدموا في اتجاه سرته في اتجاه المنطقة الأخرى رفعت معنوياتهم طبعا فاستمرن بعضا لكن المزالت قوة القذافي موجودة في منطقة الأمريكية وكانت منطقة جدابية مدينة جدابية يعني هي المدينة تقريبا الأولى في المواجهة لأن كل الضغط والاشتباكات كانوا يتم فيها يعني حدف فيها خسارة كبيرة وهجر عدد كبير من سكانها لكن بعد يوم عشرين ثلاثة أصبح هناك فرق واضح لأنه قوة القذافي لن تتمكن منها تدخل لبنغازي استمر طبعا الأحداث وكانوا الثوار يحاولوا الوصول إلى سرت ولكن لم يتمكنوا الحقيقة لم تكن هناك فيه يعني قيادات عسكرية تنسق وتخطط لهذه الحركة كان عبارة عن مبادرات من هؤلاء الشباب يعني وشباب طبعا هم ليست لديهم الخبرة في هذه الأمور وكل ما لديهم يعني العزم والإيمان والرغبة القوية في أنها تنتصر ثلاثة 17 براير استبرت الأمور طبعا في معارك كر وفر ما بين البريقة وما بين إجدابية هذا الكلام يعني استمر تقريبا لعند نهاية شهر مارس خلالها طبعا قبلها تم تكليف اللواء عند الفتاح يوسكا رئيس الكان وأصبح يحاول أنه يعني يقوم بتنظيم هذه القوة وبتنظيم السيطرة عليها فالحقيقة التواصل معي هو عن طريق ضابط آخر هو الحقيقة قتل معاه في نفس حادث في نفس حادث نعم أنا علاقة به ونعرفه ونعرف حتى لوعد الفتاح الله يرحمه يعني الذي يبيه علاقة مباشرة و يعني مشيت لنا وجلست معاه وطلب مني أني أنا نشرف على الجبهة اللي هي موجودة في منطقة الجدابية وبعد الجدابية وأنا قبلت الحقيقة هذه المهمة حتى طلب مني أني يصدر قرار بإرجاعي للخدمة العسكرية فأنا الحقيقة رفضت وقلت لأني أنا يعني أنا أردت أن تدخل متطوعا نعم أردت أن تدخل متطوعا حتى أصريت أن التكليف يكتب فيه الرتبة عقيد روك المتقاعد وفعلا التكليف موجود يعني نفس الرتبة التي غادرت بها التي غادرت بها وإني لست عاملا ولكنني متقاعد لكن هي عبارة عن أنا أرى فيها يعني أن هي واجب وطني علي أن أقوم به في بداية نرجع نحن في بداية بداية الثورة في الصباحة أعتبر أنه يعني كنت من ضمن ألاف المواطنين الذين كانوا يعني مشاركين في هذه الثورة كل حسب جهده الشباب الحقيقة كانوا الذين يحملون السلاح ولكن بقية الناس كانت تتواجد في ساحة المحكمة وتعطي زخم كبير للثورة وكان فيه يعني فعاليات مستمرة أمام ساحة المحكمة لمدة يعني طيلة 24 ساعة وكان الحقيقة العدد كبير كان هناك فعليات وكان هناك روح معنوية مرتفعة فأنا التحقت بكتيبة 17 براير اللي هي أول كتيبة أنشئت من الثور وأصبحت يعني أشارك مع الأخوة الذين هما أسسوا هذه الكتيبة أنا ذكرت أسمهم في الحلقة اللي فاتت وعبارة عن أن أشارك طبعا بخبرتي وبرأيي في هذا الموضوع ويعني استمرت في هذه الأمور إلى غاية تم تكليفي بقيادة مجموعة العمليات في الجبهة قبلها كنا نسعى لأن نشكل قوة تكون قوة قادرة على المجابهة وقام الحقيقة للعسكريون اللي في المستودعات المدرعات والدبابات مجهود كبير جدا بإصلاح عدد من الدبابات أيضا في بعض الاشتباكات التي حدثت في منطقة الجبابة وبرججابة والبريقة استطاعوا الثور أن يستولوا العدد من الدبابات التي أتى بها القذافي وجلبوها إلى بنغازي وتم تكوين قوة هذه القوة يعني نرى فيها لأول مرة تكوّر قوة بهذا الشكل فيها دبابات وفيها عربات مدرعة وفيها مدفعية وفيها قوة مختلطة تستطيع أنها تقوم بمهمة هذا كلهم مما كان موجودا لدى الجيش النظامي طبعا كل أسلحة موجودة للجيش النظامي والجيش النظامي كان لديه عدد كبير جدا من الأسلحة يعني نظمت هذه القوة وجهزت وانطلقنا بها من بنغازي يوم 6 إبريل مساء وصلنا إلى منطقة جدابية ثم يوم 7 إبريل صباحا انطلقنا كانت هدف هذه القوة هي الاستلاع على منطقة البريغا والوصول إلى نقطة غرب منطقة العقيلة بحوالي 20 كم هذه النقطة هي مضيق هي مضيق طبيعي بحيث تستطيع هذه القوة يعني تسيطر عليه وتمنع قضية الشباب الذين يذهبوا لمية 150 كم ثم يرجعوا للخالف مية 150 كم بحيث تكون الأعمال القتالية منظمة ومسيطرة عليها هذا المضيق الذي يقع غرب منطقة العقيلة حقيقة هذا مضيق يعني استراتيجي يعتبر واستخدم من قبل قوات المحوة في الحرب العالمية الثانية يعني الحرب العالمية الثانية هي شمال أفريقيا شمال أفريقيا من ناحية جغرافية هي منطقة مفتوحة سهل الحركة فيها يعني ممكن من قناة السويس إلى غاية المغرب تنطرق بدون أي عوايق يوجد فيها ثلاثة مضائق استراتيجية مهمة المضيق الأول في مصر هو مضيق العالمين لقصة مشهورة وكانت فيها ثلاثة كبيرة من الحرب العالمية الثانية والمضيق الثاني هو هذا المضيق الذي يقع غرب منطقة العقيلة والمضيق الثالث في تونس في منطقة مارت ما بين الجبل وما بين البحر فكان هذا الحقيقة يعني مضيق العالمين يحد من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب منخفض القطارة وهو منخفض عميق ويعني صعب مرور الأليات فيه هذا المضيق الذي هو موجود في ليبيا يحدهم من الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب أراضي سبخية وعرة الاستياز فهو مضيق يعني يسهل تركيز قوة صغيرة فيه وسل الدفاع عنه فكان الاتفاق أو القرار أن نصل لهذا المضيق ونتمسك به بحيث نمنع قوات القذافي أن يتمشي في تجاه الشرق وأيضا نمنع أو حد من قوات الثوار الغير مسيطرة عليها أن يتمشي في تجاه الغرب في أعمال غير منظمة حتى يتم تجهيز القوة وتم تنظيمها واستطاع المحاور والقروج بحركة عسكرية من ضبطها تحركنا كان الهدف أن نصل يوم سبعة أربعة إلى منطقة ما بين منطقة البريغة ومنطقة إجدابية مسافة بين مدينة البريغة ومدينة إجدابية هي ثمانين كيلومتر كان هناك منطقة في المنتصف منطقة اسمها بير الأربعين على بعدة أربعين كيلومتر من إجدابية على سوستة مركز في هذه القوة ويوم ثمانية صباحا تبدأ في تنفيذ مهامها تدخل منطقة البريغة وتستمر غربا يعني أنت كان لديكم قرار بأن تتجهوا غربا إلى أن تسقطوا النظام نعم يعني تجاوزتم أي كلام عن أي حلول وسط أو لا طبعا وصلنا نحن نطلط العودة انتهت طبعا هذا حدث بعد القمع الشديد اللي حصل في طرابلس وبعد المعارك المريرة اللي حصل في مصراتها في ذلك الوقت كانت كل الجبهات مشتعلة يعني هو لو النظام وافق منذ البداية على عمل إصلاحات سياسية ربما كل هذا ما حصل بالضبط يعني لو النظام عالج الموضوع بحكمة ولم يعالجه بالقمع لكن كل هذه الأمور كفي غنى عنها لكن يعني يعني النتائج الوخيمة اللي نحن فيها الآن لكن لم تحدث ولكن العقيقة النظام يتصرف بعنجهية وكان يظن أنه يعني لن يستطيع أحد إسقاطه فكانت ردت الفعل غير محسوبة وأدت لأن الكثير من منصره تخلوا عنا وأدت لأنها يعني حدثا من مواجهات وحدث معارك وخصائر كبيرة في منطقة الجبل الغربي في مدينة مصراتة في طرابس كان في مئات القتلى في يعني في المتظاهرين السلميين في طرابس تم قمحهم بقوة بقوة شديدة جدا فهذه أخلت المناخ العام أنه لا عودة ولا رجوع بالإضافة إلى كل ما يخرج القذافي في الإعلام يزيد يعني النار اشتعالا لم يعني لم يقوم بيدلي بأي تصريح يحاول فيه أن يهدي من المضوع أو أن يحل المشكلة استهرت عنه عبارة من أنتم نعم من أنتم من أنتم نعم وما يسول الخطاب الآخر بتاع زنقا زنقا دار دار والأمور هذه كلها نعم فهذه الأمور طبعا خلاص أصبح الشعور العام أنه لا عودة يجب الوصول إلى طرابلس بأي طريقة من الطرق أنا مستمر نحكي في الأحداث اللي حصل اليوم يوم سابعة إبريل طبعا في ذلك الوقت كان الطيران التحالف الدولي من بعده الناتو هو الذي مسيطر على سماء المعركة وكان لا يوجد أي طيران يعني غير غير مسبوح بأي طيران سواء كان صديق وللقذافي أنه هو يكون في سماء المعركة فكانت أحد النقاط اللي نحن خايفين منها أن نحن كان حتى وسائل الابتصال لدينا محدودة ما كنا خايفين من أننا نتعرر لقصف من الطيران الناتو يعني يخطئونكم يظنوكم قوات النظام لكن كان هناك تحديدات في الخطوط أن الطيران الناتو لن يقصف أي أهداف تقع شرق مدينة البريغة ونحن نبعد مدينة البريغة مسافة أربعين كيلومتر لهذا كنا مطمنين دخلنا المنطقة التي نريد فيها التنظيم القوة وحتى تستجمع بقية القوة وننطلق في مهامنا يعني يوم ثمانية صباحا وإذا بينا نفاجأ بطائرة تنفذ علينا غارة جوية لمين تابع هذه الطائرة؟ مش معروفة معرسوها شخص؟ معرفنها ش الطائرة لم نتعرف عليها هذه الطائرة طبعا قصفت القوة ولم تكن يعني كانت مفاجأة الحقيقة الكبيرة أدت لأن هذه القوة تتبعثر تتبعثر وتفقد عليها السيطرة وبعض الأفراد الموجوعة من المدنيين ينسعبوا صادف يعني بعد هذا القصف مباشرة كان القذافي الذي قوة في هذه المنطقة كان يبعد في سرائل للإستطلاع فنحن موجودين في الموقع فجئنا بقوات القذافي حاصروكم؟ دخلوا علينا في الموقع مجموعة كنا مجموعة بسيطة طبعا منظمنا هنا وتم أسرنا والقبض علينا يوم 7 إبريل 2011 تم القبض علينا ومعين مجموعة أخرى وأخذنا كأسر لدى قوات القذافي طبعا بعدها أنا ودعت للسجن واستمرنا لأحداث الثورة في طرابلس طبعا أنا أخذوك على طرابلس أي أخذوني في اليوم الأول كنت في منطقة البريقة ثم اليوم الثاني ورحولي طرابلس مباشرة ودعت في السجن للاستخبارات العسكرية ثم نقلت إلى السجن العسكري اللي هو مشهور اسمه سجن أبو سليم وطرابلس في المذبح الكبير هذا كممكن يعدموك يعني كانت التهمة موجهة أنه هو تمرد مسلح وعسيان مسلح طبعا كانت ستكون لو فشلت الثورة وحصلنا محاكم طبعا بالنسبة لعقوبة الإعدام هذه مضمونة 100% لأنه هو فعلا التوصيف حيكون منطبق باعتبار أنه هو يعني قيار التمرد مسلح نعم أنا طبعا ودعت السجن في طرابلس وبقيت في السجن حتى تم تحرير مدينة طرابلس وهذا في الخريف في سبتمبر كان ولا في مثلا؟ كان في أغسطس بالضبط يوم 20 أغسطس في نهاية الصيف تقريبا في نهاية الصيف كان هو 20 أغسطس وكان بالمناسبة هو 20 رمضان نعم على فكرة الفورة 17 فبراير أحداثها الكبيرة كلها حدث يوم 20 يوم 20 فبراير سقطت الكتيبة في بنغازي أهم معقل يوم 20 مايو خرجت قوات القذافي من مصراتها تم داحرها تحرت مصراتها يوم 20 أغسطس حرة طرابلس يوم 20 أكتوبر قتل القذافي سبحان الله كان يوم 20 يوم مميز في ثورة 17 فبراير اعتبارا من 20 فبراير و20 مايو و20 أغسطس و20 أكتوبر بقيت طبعا أنا في السجن حتى تم تحرير طرابلس دخلوها الثوار ثم أفرج عننا ما أفرج عننا يعني تم تحريرنا فتح السجون وخلاص هو يعني في الأيام الأخيرة قبل تحرير طرابلس كانت قبضة نظام تراخت وقواتها تشتتت وخلاص أصبح يعني الأمر نتيجة حتمية نتيجة حتمية لأنه تم تحرير الجبل الغربي بالكامل تم تحرير مدينة درياء غريان وبدت قوات المنطقة الغربية تتجمع لدخول لطرابلس ومنطقة مصراتها حرة وطرابلس يوم 20 أغسطس تحركت من الداخل تحركت من الداخل وتجاوب معها طبعا بالتزاون مع نزول الثوار من جميع المناطق و20 أغسطس في المساء كانت طرابلس تم تحريرها بالكامل قبل ذلك بفترة قصيرة جدا أظن قبل ذلك بيوم أو يومين ظهر سيف الإسلام في الإعلام يتواعد نعم بالرغم من أنه فعلا كما ذكرت كنا نسمع في وسائل الإعلام أن النظام انتهى تقريبا من داخله يعني تقريبا في نفس اليوم ومن يوم 20 سيف الإسلام هو غادر طرابلس يوم 20 طلع خرج التواعد يوم 20 وكانت القوات موجودة يعني خلاص الطرابلس سقطت ولكن طبعا باب العزية اللي هو المعقل الرئيسي تأخر حوالي يومين أو ثلاثة أيام كان موجود يعني باب العزية لكن هي فعليا عمليا يوم 20 مساء طرابلس كانت خلاص وأنت يوم 20 تحررت من يوم 21 صباحا حررنا من كل السجناء حررنا من سجن أبو سليم هذه طبعا يعني الأحداث باختصار أنا اللي شهدت هنا ولكن أحداث الثورة طبعا كانت هناك يعني أحداث كبيرة وعظيمة جدا في هذه الفترة فترة الأربعة أشتر التي كنت أنا خلالها نفس السجن كان هناك تطورات كبيرة جدا يعني الثوار في المنطقة الشرقية لم يستطيعوا أن يتجاوزوا منطقة جدابية مدينة جدابية ثبتوا هناك في غرب مدينة جدابية بمسافة 18 كم وأسس خط دفاعي تم تسميته بخط 18 كان موجود فيه كل قوة الثوار يعني بعد المحاولة اللي أنتو عملتوها وفشلت ما كانش في محاولة أخرى يعني حتى المحاولة كلها لم تنجح لم تنجح وتحولت القوات للدفاع بحيث تدافع عن إجدابية وتمنع قوات القذافي من الدخول إلى إجدابية ومن ثم الوصول إلى بنغازي في المنطقة الغربية طبعا كان هناك حراك كبير جدا استطاعت مدينة مصراتا أنها تخرج قوات القذافي في شهر مايو وأصبحت القتال خارج مدينة مصراتا في منطقة الدفنية وفي منطقة زليتن أيضا في منطقة الجبل الغربي حالت معارك كبيرة جدا وكانت قوات الثوار تحرز في تقدمات موجودة الزاوية ومدينة الزاوية طبعا حصل فيها برضو يعني إحداث ضخمة جدا ولكن استطاعت قوات القذافي في النهاية أنها تسيطر على المدينة جميع الثوار من مدينة طرابلس ومن مدينة الزاوية والذي من المدينة الأخرى التي لم تستطيع أن تخرج من تحت ستة القذافي خرجوا إلى منطقة الجبل الغربي وتجمعوا منطقة الجبل الغربي كان الجبل الغربي أغلب محرر وأسسوا كتائب هناك هذه قريبة من الحدود التونسية المنطقة الجبل الغربي اللي هو جبل نفوسة هو طبعا منطقة جبلية كبيرة جدا هي تحد بالحدود التونسية نعم من الجنوب أيوان من الجنوب فتجمعوا هناك لكن هي تمتد تقريبا يعني هو الجبل الغربي يمتد من مدينة الخمس اللي هي شرق طرابلس ويستمر حتى حدود التونسية يعني جبل طويل حوالي متاع أكثر من 300 كم طولة هذه سلسلة جبلية سلسلة جبلية طبعا سلسلة جبلية وفيها عديد من المدن لكن أشهر مدن الجبل الغربي هي غريان ونالوت والزنتان والمدن الكبيرة هذه طبعا المعارك الكبيرة حصلت في مدن الجبل الغربي وخاصة في الزنتان والمدن الأخرى وأيضا يعني مكون الأمازيغ موجود في منطقة الجبل الغربي والحقيقة كان لهم موقف مشرف جدا في طولة 17 أبراير وكانوا من أهم العوامل التي أدت إلى فقدان القذافي لسيطرتها على الجبل الغربي هؤلاء الثوار الذين خرجوا من مدن الساحل مثل الزاوية وطرابلس أسسوا كتائب في منطقة الجبل الغربي واشتركوا في المعارك في منطقة الجبل الغربي تم تسليحه وتدريبه عندما حان وقت النزول إلى طرابلس والزاوية نزلوا كتابعوا الزاوية دخلوا للزاوية وحروها وثوار طرابلس نزلوا من ضمن القوة التي دخلت لطرابلس خلينا ناخد فاصل قصير ثم نسأنا في الحديث إن شاء الله نستأنف الحديث عن تلك التطورات التي حصلت وكنت أنت حينها معتقلاً ذكرت لي طرفاً من ذلك قبل أن نخرج في فاصل يعني الأحداث التي تكلمت عليها أن الأحداث طبعاً استمرار استمرارية حداث الثورة يعني وكان الحقيقة كل يوم الثوار يحقق في تقدم وتتضح الأمور لأنه هو في إصرار كبير على الثورة طبعاً شي جعل ذلك وكانت يعني يعني عامل مهم جداً نجاح الثورة التونسية ونجاح الثورة المصرية في ذلك الوقت وكان هناك تعاطف كبير الحقيقة من تقريباً العالم كله مع هؤلاء الثوار وكان أغلب الثوار هم يعني ثوار أنقياء بدرجة كبيرة جداً وليست لديهم أي هم إلا أنهم يحروا بلدهم ويرودوا أن يبنوا دولة مدنية ديمقراطية دولة حرية لأنه كان الحقيقة نظام القذافي كان الحريات معدومة فيه نهائياً فمن ضمن الأحداث اللي حدثاً في فترة دينا موجودة المعتقل هي أغتيال اللواء عبد الفتاح يونس نعم طبعاً هذه الحادثة الحقيقة كانت حادثة كبيرة جداً وكانت تؤدي إلى الإطاحة بالثورة من الذي وقف وراء أغتياله؟ والله هو الحقيقة يعني التحقيقات يبدو أنها لم تصل إلى نتيجة حقيقية لغاية الآن حتى الآن نعم يعني هناك متهمين ولكن لم تظهر هذه التحقيقات للملأ اللي حصل أن اللواء عبد الفتاح كان هو مكلف من قبل مجلس وطن الانتقالي بأنه رئيس أركان جيش جيش الثورة يعني وكان موجود في منطقة جدابية في هناك علماء يعني المسؤولون كان هناك يعني مشاكل حدثت أو قصور معين اتهامات معينة حصلت إن لماذا الجبهة لا تتقدم لماذا الثور وقفوا في خط الثمنتاش لماذا لم فيبدو أن هناك تقارير يبدو أن هناك أمور أخرى تتهم رئيس الأركان بهذا الموضوع يعني هو أنا أذكر في حينها كان في محاولات للتخوين نعم ربما هي التي دفعت البعض من ضمنها كانت هناك محاولة التخوين لكن اللي حصل إن صدر قرار بالتحقيق مع رئيس الأركان وكلف قاضي التحقيق بأنه يحقق مع رئيس الأركان في موضوعات معينة وقاضي التحقيق أصدر أمر بجلب رئيس الأركان للتحقيق معه هناك طبعا اتهمات متبادلة حاليا من يعني لماذا أصدر أمر التحقيق مباشرة لماذا لم يعني تم الذهاب إلى رئيس الأركان في مقره في العامريات وأخذ إفادته وأمور كثيرة ولكن اللي حصل إنه هو يعني صدر أمر بإحضار رئيس الأركان إلى لتحقيق معه من الذي يملك إصدار مثل هذا الأمر هو طبعا الأمر صدر من السلطة التنفيذية صدر أولا من المجلس فطن الانتقالي إلى رئيس المكتب التنفيذي اللي هو يعتبر رئيس حكومه في ذلك الوقت رئيس المكتب التنفيذي هو شكل لجنة التحقيق كلف قاذي بالتحقيق وهذا القاذي هو الذي أصدر الأمر بإحضار رئيس الأركان للتحقيق معه تم تكليف قوة لإحضار رئيس الأركان وذهبت هذه القوة إليه في مقره وتجاوب معهم وحضر معهم إلى بنغازي دخلوا به إلى مقر في بنغازي معاهد المعسكرات في انتظار أنه يتم يعني التحقيق في هذا الموضوع اللي أحضر من أجله هنا فيه مجموعة إحدى المجموعات الدينية المؤدلجة حسب ما هو يعني يحكى اللي حصل الصدران تدخل لهذا المعسكر وأنها تقوم بخطف رئيس الأركان هو مرافقي اثنين وتذهب بهم إلى معسكر خاص بها خطفوه نعم وهناك تم اغتياله وتم قتله في ذلك المعسكر بالرماع الكثيف عليه داخل السيارة اللي هو موجود فيه فتوفى هو وتوفى معه مرافقيه اثنين إيه هاي هاي بداية المصيبة التي تليت بها الثورات العربية نعم إنه في ناس في فئات معينة تعطي لنفسها ما يشبه الحق الإلهي بالضبط في الحكم على نوايا الآخرين نعم في تقرير مصيرهم نعم وهذا يؤدي إلى خلافات وشفاقات طبعا عند مقتل لو عبد الفتح يونس كانت حالثة كبيرة جدا وهو ينتمي إلى قبيلة من أكبر قبائل في المنطقة الشرقية هو قبيلة العبيدات كان يمكن أن تكون فتنة وكان ممكن أن تكون فتنة كبيرة جدا ولكن الحقيقة يعني قبيلة العبيدات هذا موقف يسجل لها تاريخيا إنها أنقذت البلاد من فتنة كبيرة إن عقلاء هذه القبيلة يعني أثبتوا أنهم البطن لديهم أولا وتصرفوا بحكمة كبيرة جدا خرجوا بها من هذه الأزمة ولو تصرفوا بتصرفات أخرى لكانت تقع كارثة كبيرة وفتنة كبيرة جدا وكانت ممكن يعني هذه الحادثة كانت ممكن يعني تنهي الثورة بالكامل خاصة في المنطقة الشرقية ولكن الحقيقة هذه يعني قبيلة العبيدات تصرفت بحكمة كبيرة جدا وهم يعني حقيقة هذا موقف يسجل لهم التاريخ لن يستطيع أن يكره أحد واستطاعوا أن يخرجوا من هذه الأزمة بأنهم يهدوا الأمور وينطلقوا إلى 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 يعني مرحلة أخرى تجاوزوا فيها ألامهم وتجاوزوا فيها هذه المهنة فهذه الحقيقة كانت أحد المحطات الكبيرة جدا اللي كادت تؤدي إلى أن الثورة تنتهي أو الثورة يعني حصل فيها مشكلة يعني لو حصلت لا سمح الله فتنة وحصلت يعني احتراب داخلي داخل منطقة جدا قوات القذافي موجودة على المشارف الجناب يعني كانت حصلت لهذه الفرصة وحتدخل من جديد يعني أي صراع قبلي في ذلك الوقت كان سيكون لصالح النظام بالضبط بالضبط هذا طبعا ما حدث في منطقة أيضا يعني ما تكلمش عن منطقة جنوبية نحن منطقة جنوبية الحقيقة كانت منطقة مهمة جدا وقام فيها الثوار بدور كبير وخاصة قبيلة التبو يعني قبيلة التبو كانت لها دور كبير جدا في تحيير الجنوب في ثلاثة 17 أبراير طبعا هم ممنتشرين في جزء كبير من الجنوب وحقيقة بدأوا بدأوا يعني حتى وصلوا إلى سبهة بالتعاون مع بقية الثوار الموجود في منطقة جنوبية واستطاعوا أنهم يعني يحر الجنوب بالكامل ويسيطروا عليه بالكامل وأصبح الجنوب محرر وأصبح يعني أغلبت يعني خلاص أصبحت الموضوع منحصر في مساحات ضيقة جدا في مدينة سرت ومحولها تقريبا وتأخرت مدينة بن وليد حتى هي فترة بسيطة ثم بعضين يعني حتى هي اتحقت بركب الثورة وتم تحريرها زي ما حرة سرت فالحداث يعني استمر احداث الثورة الليبية استمر من ابتداء من 15 أبراير حتى 20 أكتوبر يعني تقريبا لمدة ثمانة أشهر هذه الثمانة الأشهر الثبانية كانت الحقيقة يعني فيها أحداث كبيرة جدا 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 وهدت فيها معارك كبيرة وخسائر كبيرة وانتهى فيها النظام خلال هذه الأشهر الثمانية طبعا من 20 غوستوس نعم اللي هو سقوط طرابلس نعم إلى 20 أكتوبر اللي هو نعم مقتل القذافي كان في غموض بيكتنف مصير القذافي نعم وذلك كان في جيوب تابع له على اعتبار أنه ما زال النظام قائم في مكان ما هو طبعا كان هناك غموض مش معروف مكان القذافي فيه هناك من يقول أنه قاعد في الجنوب هناك من يقول أنه قاعد في سرط هناك مكان هناك فعلا وكان هناك شعات تدار أنه موجود في الجنوب أنه جهز في قوة أنه سيرجع أنه كل هذه الأمور ولكن اتضح الرجل أنه من خروج من طرابلس هو خرج من طرابلس يعني يوم 20 أو قبله بيوم واحد قبل مقتله بيوم واحد لا لا قبل سقوط طرابلس قبل 20 أغسطس بيوم واحد خرج مباشرة إلى السرط وظل موجود في السرط لغاية قتل فيها لم يكون المتواجد في أي مكان آخر ذهب واحتمى بها طبعا ماعتبره منطقته طبعا وهو كان دفع طبيعيا لما خرج من طرابلس تراجع إلى منطقته وظل موجود فيها طبعا أنت في تلك الفترة بعد أن أطلق صراحة رجعت إلى عملك نعم أنا بعد مطلق صراحي طبعا أنا رجعت العمل يعني في لم أكن أتقلد أي مصب رسمي في ذلك الوقت أنا مازل صحيح لكن كنت يعني كلفت بمهمة عسكرية لا المهمة العسكرية طبعا بعد ولا انتهت خلص بعد ما نعتقلت كلف بها ضابط آخر وانتهت ايوه انتهت يعني بعد خروجي أنا من طرابلس لا الحقيقة لم تنتيم زالت موجودة لكن هناك غيانة أخرى مكلفة بها وكانت موجودة حاليا يعني أصبحني المعارك موجودة في سرط أنا الحقيقة أصبحت متواصل مع الثوار يعني في زيارات وذهبت لمدينة سرط يمكن مرة ولا مرتين وتواصل معهم ولكن لم أشارك عمليا في أي نشاط يعني موجود أو نشاط فعلي على الأرض كنت يعني أذهب للثوار وتشاور معهم وأزورهم وأسدي إليهم النصايح ولكن لم 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 أقم بقيادة أي مجموعة أو أكلف بأي عمل في هذه الثورة حتى طبعا أن أنتهى أحداث الثورة بمقتل القذافي يوم 20 أكتوبر تعتبر هذه المرحلة انتهت ويفترض أن تبدأ مرحلة بناء الدولة الآن قبل ما ندخل للمرحلة البعادية حادثة مقتل القذافي لم تعطي صورة جيدة عن الثورة نعم يعني هي كأنه كان في حالة من الفوضى نعم والناس كانت تتصرف بردود الفعل نعم يعني كان الأولى أنه بدام وقع في الأسر أن يقدم للمحاكمة يعني يحصل معه تحقيق يعني لكن الطريقة التي قتل بها الحقيقة يعني كانت بغض النظر عن رأي الناس به نعم وحكم التاريخ عليه يعني أظن أنها كانت سلبية في حق الثور هو بطبيعة الحال يعني في هذه الأمور في هذه الأقوات تصيطنع تكون صعبة جدا لأن هذه القوات التي تقاتل هي لسا قوات نظمية أما ثوار يعني والثوار سيطر عليهم صعبة قليلا فاللي حدث عند يمساك في القذافي فعلا لم تكن هناك سيطرة لم يكن هناك سيطرة يعني لن يستطيع أحد ينسيطر على الموقف وبالتالي حصرت النتيجة المحتومة يعني فالذين أسروه واعتبروه غنيمة لهم بالضبط نعم نعم وكان طبعا كلهم يعني لديهم مشاعر رخمة جدا تجاه القذافي باعتبار خاصة يعني هو المقاتلين اللي أسروهم وكلهم من مدينة مصراتة ومن مصراتة تعرض في فترة الثورة الحقيقة إلى ضغط كبير جدا من القذافي كان يدكوها دكا طبعا فهناك يعني مشاعر متأججة متأججة جدا جدا أدت له نتيجة الحتمية هذه يعني طيب ندخل الآن على المرحلة التي جاءت بعدها ومفروض أنه بدأ من أن أسقط النظام واستتبى الأمر للثورة الآن نحن نبني الدولة نعم أو نعيد بناء الدولة بالضبط وكان هو طبعا ليبيا مقارنة بالدول الأخرى ما كانتش دولة تقليدية يعني النظام اللي فيها كان نظام عجيب يعني تكلمنا عن ذلك لا كان فيه مؤسسات زي العالم ولا كان فيه نعم هو الحقيقة إحد الصعوبات اللي أدت إلى ما نحن عليه الآن هو أنه لم تكن هناك دولة يعني كان في ليبيا نظام كان نظام مسيطر سيطرة أمنية شديدة جدا ولكن لم تكن هناك مؤسسات بالدولة بمعنى الكريمة يعني كانت يعني الدولة دار بمزاجية ولم تكن هناك فرص متكافئة لبناء كواذر في الدولة لم تكن هناك يعني المناصب تولى حسب الكفاءة وحسب المفروض يتم كلها كانت تتم بالولاء لم يكن هناك يعني حرية تعبير لم تكن هناك قيادات موجودة في كل مؤسسات لا توجد قيادات يعني قيادات الصف الأول موجودة اللي هم كبار اللجان الثورية وفي المؤسسات العسكرية اللي هم المحسوبين على النظام لكن لم تكن هناك قيادات بعدهم لم تكن هناك مؤسسات لم تكن هناك يعني حياكل موجود فيها مولفين أكفاء فلم تكن هناك دولة بالمعنى 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 المفهوم وبالتالي أصبحت هناك مشكلة كبيرة في بناء هذه الدولة من جديد وكانت هناك ثقافة متفشية يعني خلال عشرات السنين تفشية ثقافة غير صحيحة صحيحة ما بين الناس ولم تكن يعني كان التعليم منهار كانت الصحة منهارة كانت البنية التحتية منهارة كل الأمور هذه في دولة نفطية ولديها مقادرات مالية كبيرة جدا يعني كانت دولة متخلفة لدرجة أنه يعني الليبيين لما أحد من الليبيين يمرض لن يجد علاج داخل ليبيا أنا كنت أستغرب كيف أن الليبيين كانوا يأتون إلى الأردن نعم للعلاج نعم ويذهبون أظن إلى تونس نعم وهذه دولة عدد سكانها قليل نعم وثروتها هائلة نعم عجيب يعني لماذا يحتاجون كان ممكن يبني أحسن مستشفيات في العالم بالضبط بالضبط يعني التعليم كان متدني جدا يعني الجامعات الليبية يمكن ما فيش ولا جامعة داخل التصنيف العالمي بعيدة جدا عن التصنيفات العالمية كانت البنية التحتية منهارة أكبر مدن طرابلس العاصمة لا تجد فيها بنية التحتية حاليا العاصرة طرابلس لما تسقط فيها الأمطالة منذ الساعتين تغرق يعني كان ليبيا في شمال أفريقية هيري هي الدولة الوحيدة التي طريقها الرئيسي مفرد وليس مزدوج يعني مسافته من مدينة إجدابية حتى مدينة مصراتة طريق مفرد وليس مزدوج رايح جاي طريق واحد فقط يعني في هذا الوقت كيف يكون حاول النظام في السنوات الأخيرة أنهم يقوم ببعض الأعمال لبنية التحتية ولكنه لم يركز على الأهم يعني مثلا أنا نفذ مشروع سكة حديد كان الأولى بدل مشروع سكة حديد أنه يكون هناك شبخة طرق ممتازة يعني في بداية النظام في بداية السبعينات نفذ شبكات طرق كبيرة ولكنه نفذة منتهت لم يصرف عليها درهم وراحدة صيانتها تهلكت هذه الطرق وانتهت دمرت كلها فكانت يعني الدولة كانت دولة يعني هناك شكل للدولة ممكن تكون عندها سياسة خارجية خاصة بها هي وعندها تعامل في الخارج يعني قوي ولكن في الداخل لم تكن هناك مقومات الدولة نهائيا يعني لم تكن هناك صحة لم تكن هناك تعليم لم تكن هناك ثقافة لم تكن هناك بنية التحتية فكل هذه الأمور يعني بالإضافة إلى والتنشئة الغير سليمة التي أنشئت عليها الأجيال هذا طبعا في عدم وجود التنظيمات السياسية وعدم وجود حرية الرأي أدت لا توجد قيادات للشارع لا أحزاب لا نقابات لا جمعيات بالضبط كل ما كانت موجود طبعا الأحزاب حتى العهد الملكي لم يسمح بها هذه أحد أخطاء حقيقة وقفها العهد الملكي والقذافي استمر في نفس الوضع بالراكس وركز على هذا الكلام فعندما انتصرت الثورة يعني الثورة وارد يعني خلاص بدأت يعني يفترض أن تم بناء الدولة كانت الأمور صعبة جدا لا توجد قاعدة يتم عليها البناء والمشكلة كمان الآن أنتم لديكم ميليشيات وجماعات مسلحة وأهواء متباينة كيف ستجمع هؤلاء جميعا؟ طبعا الوضع الآن سداد سوء يعني لما نتكلم عن الوضع في أكتوبر 2011 وأفضل كثيرا من الوضع الآن لما نتكلم عن الوضع في أغسطس 2011 والوضع أفضل من أكتوبر 2011 بسبب يعني قبل عشكي أغسطس 2011 كان ما يطلق عليه الثوار هم الثوار الحقيقيين الذين يقارعون في نظام القذافي ويردون أن يتحرروا من عبدوية القذافي يعني فيهم براءة ثورة فيها براءة نعم وكان الأعداد محدودة بعد عشرين أغسطس حرة طرابلس الأعداد تضخما طبق القذافي قام بحركة أنه أطلق جميع السجنان في السجون حوالي ثلاثين ألف سجين جنائي تم إطلاقهم بالإضافة لأنه بعد تحرير طرابلس أشئت العديد من التشكيلات المسلحة والتي ليسهم من الثوار الحقيقيين الثوار الحقيقيين الذين كانوا في المنطقة الجبلية ورجعوا نزلوا طرابلس يوم عشين أغسطس بعدها تم يعني تم تشكيل العديد من التشكيلات المسلحة طبعا دولا من أنشأهم ومن سلحهم طبعا السلاح كان موجود السلاح كان متوفر أكثر شيء متوفر في ليبيا السلاح وهذه أحد الجرائم التي ترتكبها القذافي يعني ليبيا مليئة بالأسلحة كان العقود التسليح التي يجريها القذافي مع قريبا كل دول العالم الشرقية في ذلك الوقت مع الاتحاد السوفيتي مع الروس الاتحادية فيما بعد مع كل دول منظومة السوفيتي السابقة في أوروبا مع كوريا الشمالية كان عقود كبيرة من الأسلحة وتأتي الأسلحة وتخزن بأعدال ضخمة جدا يعني لا يستطيع اللي بين استيعابها وهذا طبعا موجود لما فتحت مخازن السلاح أصبح هذا السلاح متوفر ملايين قطع الأسلحة موجودة فكان في ذلك الوقت أسهل شيء هو السلاح هل المساجين الجنائيين الذين أطلق صراحهم هل أصبحوا جزءا من هذه تنظيمات المسلحة؟ طبعا أسسوا تنظيمات المسلحة وأصبحوا جزء من تنظيمات المسلحة يعني العدد اللي كان موجود قبل عشرين أغسطس تضاعف بعدها وأيضا بعد عشرين أكتوبر تضاعف أخرى مرة أخرى وأصبحت هناك يعني انفلات كبير في في التشكلة المسلحة وفي الميليشيات وفي هذه الأمور وهذا ما نعانو منه حاليا يعني طبعا أكيد دول المنطقة كان لها دور في ذلك أنا سمعت أن بعض التشكلات المسلحة ذات ولاءات إقليمية سواء أيديولوجية أو سياسية نعم ولذلك هذه أوامرها تأتي من الخارج هي طبعا تشكلات المسلحة لما انتشرت وكثرت يعني غطت كل مساعة البلاد والحقيقة متعددة هي يعني اللي حصل أن بعد انصار الثورة سواء كان السلطات اللي موجودة أو حتى المجتمع نفسها أصبح كل تحتلث مشكلة معينة احتلث مشكلة من منطقتين مشكلة معينة ينشأ لها جسم عسكري أو تشكيل كل منطقة أصبحت تريد أن تحصل نفسها وتريد أن تستطيع الدفاع عن نفسها فتمن تشكل ميليشيات وتشكيلات المسلحة مناطقية وتشكيلات المسلحة قبلية وتشكيلات المسلحة إيدولوجية وتشكيلات المسلحة إجرامية لأنه لا يوجد جهة مركزية تحافظ على الأمن بالضبط هذا ليش؟ لماذا هذا الذي حدث؟ الذي حدث لأن المؤسسة العسكرية انهارت لماذا انهارت؟ لأن المؤسسة لما تكلمتنا كانت هي مؤسستين كانت مؤسسة التي تحمي في القذافي وهي الوحدات الأمنية التي لديها الكفاءة العسكرية والقتلية والدعم وكانت المؤسسة الأخرى والتي هي شبه عاجزة عن تنفيذ أي مهات متراحلة نعم هذه المؤسسة التي كانت مؤسسة الوحدات الأمنية شبه انتهت في حدث الثورة لأنها كانت تقاتل في جانب القذافي وتم القضاء عليها بقية المؤسسة الأخرى التي لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام نفس الشيء في المؤسسة الأمنية في الشرطة الشرطة يعني تعاهد يعني في عهد القذافي تعرضت للا إلى إلى يعني عمل ممنهج لجعلها غير صالح يعني أحيانا الشرطة يعني في بعض الأحيان تكون شرطة تابعة وزارة الداخلية بعد ذلك القذافي يلغي وزارة الداخلية ويعمل ويقول وزارة العدل هي المسؤولة على الشرطة فتصبح شرطة تابعة وزارة العدل ثم يرجحها لوزارة أخرى وزارة الأمن العام يعني هناك يعني فوضى كبيرة في في التنظيمة أيضا الشرطة لم تترك بحيث وأنها تشتغل كمؤسسة مهنية حرفية فأحيانا يخرج بنظرية اسماها الأمن الشعبي محلي يلغي كل مراكز الشرطة ويعمل لجان شعبية هي التي تحافظ على الأمن كل سنتين ثلاثة يخرج بفكرة وبتنظيم معين بشكل معين يؤدي إلى إلغام قبله فالنتيجة أصبحت الشرطة مترهلة ومعنوياتها منخفضة ولا تستطيع القيام بمهامها هذا كله بعد انتصار ثورة 17 براير أصبح هناك استقطاب الثوار أصبحوا يعتقدوا أو يظنون أنهم هم الذين حروا البلد وهم الذين يعني يستطيعوا أن يحافظوا على الأمن ويحافظوا ويكونوا هم نواة الجيش ولن يرضوا بأنهم يقادم قبل العسكريين الذين لم يشتركوا معهم في إحداث الثورة ويعتبروهم من بقايا النظام يعتبروهم بقايا النظام ويعتبروهم سلبيين بالرغم أن هناك بعض العسكريين اشتركهم على الثوار ولكنهم يختلف أيضا العسكريون وضباط الشرطة الكبار يعني ينظروا في أن هؤلاء الثوار هؤلاء الثوار شباب صغار لن نقبل بيهم نحن ولن نشتغل فأصبح كل طرف يعني يحاول أن يحشد في طرفه أصبح هناك تباين الثوار لا يقبل العسكريين وعسكريين يقبل الثوار كل هذا في غياب مشروع يحدد يعني وينظم هذه العلاقة ويبين بمشروع واضح المعالم يخرج به بأن هذه التشكيلة المسلحة يجب أن يستفد منها ولكنها لن تستطيع أن تبقى في مدى الحياة يجب أن تتحول إلى وحدات نظامية إلى أشياء معينة حسب خاضعة لسلطة الدولة وفي تراتبية معينة وكل هذه الأمور عليتي هال يعني عندما تنصرت الثورة كانت هناك مشاكل ضخمة مشاكل كبيرة جدا طيب سنترك هذه المشاكل الحلقة القادمة عاوزين نتكلم عنها بالتفصيل أي هنتكلم عنها بالتفصيل وحنصل إلى إني كيف أنا كلفت أني أبقى كرئيس سركان للجيش في الحلقة القادمة إن شاء الله اشتركوا في القناة